موجز الأخبار المحلية مع مظهر حركة عشر الأوساط 14 خلسين آئين صباح الخير عزيزي المستمعين وأهلا وسهلا بكم في موجز لأخبارنا المحلية أدانت كندا وبلسان وزير الخارجية جون بيرد المخطط الإيراني لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية والذي كشفت عنه السلطات الأمنية مؤخرا واعتبر بيرد هذه الادعاءات خطيرة جدا مشددا على ضرورة فرض عقوبات قوية على إيران ومؤكدا بأن كندا ستعمل مع شركائها الدوليين لتحديد عواقب هذه الأعمال في المقابل دعت منظمة أيمنيست الدولية فرع كندا الحكومة الفيدرالية الاعتقال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش عند زيارته المتوقعة إلى بريتش كولومبيا الأسبوع القادم والتحقيق معه على خلفية اعترافاته الصريحة في كتاب مذكراته بأنه سمح باستخدام التعذيب ضد المشتبه بهم في قضايا إرهابية بهدف الحصول على معلومات واعترافات منهم على صعيد آخر أظهرت نتائج استطلاع جديد نفذته مؤسسة نانوس لصالح محطة سي تيفي الإخبارية وصحيفة جلوباند ميل بأن حزب المحافظي ما زال يتقدم بعشر نقاط عن أقرب أخصامه وبنسبة 39% وذلك بعد مرور حوالي 6 أشهر على الانتخابات الفيدرالية الأخيرة هذا وأعطى حوالي 42% من المستطلعين موضوع الاقتصاد الأهمية القصوى ليتقدم على مواضيع الرعاية الصحية التي احتلت المركز الأول خلال الانتخابات الأخيرة تقدمت نقابة عمال بريد كندا بدعوة قانونية ودستورية ضد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر والحكومة الفيدرالية متهمة إياهم بانتهاك شرعة الحقوق والحريات في كندا عندما ألزموا عمال البريد بالعودة إلى العمل في شهر حزيران جوان الفائت وأرسلت النقابة وثائق النزاع إلى المحكمة العليا في أنتيريو نهار الثلاثاء الماضي من جهة أخرى صرح مدير المجلس الكندي لعلاقات العمل بأنه يتوجب على عمال مضيفي الجو في شركة الطيران الكندية البقاء في الخدمة وعدم الإضراب إلى حين مراجعة بنود الخلاف من قبل المجلس لكونها تمس بخدمات أساسية وبالتالي عليهم انتظار صدور قرار عن المجلس وكانت النقابة قد استلمت الإشعار الرسمي بإحالة النزاع إلى المجلس من قبل وزيرة العمل ليزا ريت التي صرحت بأن لدى حكومة المحافظين تفويضا قويا لحماية الاقتصاد ووظائف الكنديين وبأنها على هذه الأسس تتابع وتراقب عن كثب المفاوضات الجارية بين العمال وإدارة الشركة مطالبة مجلس علاقات العمل بتحديد أفضل السبل وتعزيز الظروف المؤاتية لتسوية هذا الخلاف العمالي إنها أكدت أن الحكومة مصممة على منع الإضراب حتى من خلال استخدام تشريع الزام العمال بالعودة إلى العمل كما حصل مع نقابة عمال بريد كندا أظهرت بيانات الحكومة الفيدرالية الأخيرة وصول عجز الموازنة إلى 33 مليار وأربعمائة مليون دولار للعام المالي 2010-2011 أي بحوالي مليارين وثمانمائة مليون دولار أقل من العجز الذي توقعه مشروع الموازنة المعدل والمقدم في شائر حزيران جوان الماضي وبالتالي تراجع إجمال العجز بما يقارب الأربعين بالمئة عن عجز العام 2009 خلال ذروة الرقود الاقتصادي العالمي هذا واستمرت أسواق الأسهم في أمريكا الشمالية بالاتجاه صعودا مستعيدة الكثير من العافية بالتزامن مع تخمينات بأن الإجراءات المقترحة لدعم المصارف الأوروبية من حكومات الدول هناك ستنجح في مواجهة أزمة الديون المالية لبعض الدول المتعثرة كذلك عاد الدولار الكندي إلى الصعود مقابل العملة الخضراء متأثرا بعودة أسعار النفط والمواد الغذائية إلى الارتفاع هذا وأفاد تقرير جديد صادر عن مصرف موريال بأن الاقتصاد الكندي سيستمر بالتباطئ بشكل ملحوظ خلال العام القادم لكن سيتم تفادي حدوث أزمة ركود ثانية في معظم المقاطعات الكندية وأشار التقرير إلى أن التقديرات تراجع العجز جيدة جدا بحيث ستتوفر مساحة جيدة لضخح حوافز مالية إضافية في الاقتصاد عند الحاجة هذا ويتوقع التقرير أن يصل معدل البطالة إلى 7.3% العام المقبل أشارت ليونا أجلوكاك الوزيرة المسؤولة عن وكالة التنمية الاقتصادية لشمال كندا إلى أنها ترحب بإجراء المدقق العام في كندا تحقيقا بالأمور المالية للوكالة على خلفية تقرير مسرب أشار إلى أن الوكالة خرقت ومنذ إنشائها كل قوانين وإجراءات الإدارة المالية بما فيها مراقبة المصاريف إدارة العقود واستخدام بطاقات الاعتمام هذا وأكدت الوزيرة بأنها لم تطلع على التقرير المسرب بعد وبأنها تنتظر التقرير النهائي لتبني على الشيء مقتضاه تجدر الإشارة إلى أن موازنة الوكالة تقارب 75 مليون دولار سنويا دافع رئيسان سابقان لمجلس العموم الكندي عن حق الحكومة باستخدام تكتيكات امتلاكها للأغلبية البرلمانية وذلك بهدف تعجيل إقرار بعض مشاريع القوانين ومنها على سبيل المثال للحصر محاولة الرئيس الحالي لمجلس العموم الكندي بيتر فان لوون اختصار النقاشات حول مشروع قانون الجريمة الشامل وإقراره على وجه الشرع واعتبر الرئيسان السابقان أن تحديد وقت النقاش هو أحد الأساليب المتبعة منذ عدة سنوات وذلك لدفع عمليات أخذ القرار بسرعة خصوصا في ظل حكومات الأغلبية وبأنه إذا كان من حق المعارضة المماطلة في وقت النقاشات فأنه من حق الحكومة تحديد هذا الوقت انتهى الموجز شكرا لحسن المتابعة والإصغاء اشتركوا في القناة